بعض الإيجابيات للنقابة لأنه باقي النص في ناقش ولكن الدرس سيتعلمناه من أزمة سانديق التقاعد الحكومة الحالية لا يوجد زخم السياسي الذي يمكن تدافع به على جراءة القرارات وبالتالي نحن نعتقد وكل المراقبين يعتقدون على أن الحكومة يمكن يكون عندها طابع تدبيري تنفيذي كثير من تستميد شرعية سياسية معينة في ظل ما أسميناه بتبخيص الفاعل السياسي إحنا شفنا حجم الإعفاءات شفنا توزيع الوزراء لممتجمش مع النتائج الاقتراع شفنا عدد الإشارات التي تدل على أن الحكومة هي أشبه بإدارة تنفيذية كثير من اللي هي سلطة سياسية وبالتالي هي ما عنداش بديل إلا أن تضع اليد في اليد مع النقابات عبر قناة الحوار الاجتماعي باشتعطن مزدقية الرأسة أولا لأنه لا يمكن أن تعطي القيمة للفاعل السياسي بدون فاعل نقابي وبدون فاعل حقوقي الأمر الثاني خريطة الاحتجاجات تتزايد كنا كنتكلموا على حسيمة الآن أمامنا زاقورة أمامنا شيشاوة أمامنا جرادة وبالتالي خريطة الاحتجاجات التي تتوسع أمامنا شيشاوة أمامنا شيشاوة